العراق المتضرر الأكبر من الإجراءة الإيرانية بما يخص المياه التي تدخل أراضيه والتي باتت قلتها تشكل خطرا حقيقيا كبيرا على الحياة فيه فإيران اليوم تشن ما يمكن تشبيهه بالحرب على العراق من خلال حرمانه من حصص مائية كبيرة بهدف السيطرة على هذا البلد سياسيا واقتصاديا بل في جميع مناح الحياة من خلال إذلاله باحتياجاته من المياه موقع ديارنا العسكري الذي تديره القيادة المركزية الأمريكية صلت الضوء ووثق في تقرير له بعض الإجراءات التي أقدمت إيران عليها من أجل تقليص تدفق المياه نحو العراق التقرير بيّن أن ثلاث شركات تابعة لما يسمى الحرس الثوري الإيراني منها مجموعة تدعى خاتم الأنبياء التي تشكل دراع الاقتصادية للحرس وشركتها هيئة القدس الرضوي ومؤسسة المستضعفين وهما تابعتان لسلطة المرشد الإيراني خامنئي بنت عشرات السدود في إيران لتقليص تدفق المياه نحو العراق محولة بذلك ما يقدر بسبعة مليارات متر مكعب من المياه لإرواء نحو سبعمائة وسبعين ألف هكتار من الأراضي المزروعة في منطقتين الأحواز وإيلام وببناء هذه السدود حولت إيران مجرى الأنهار التي تتدفق إلى العراق ما أدى إلى نقص حد في مياه الأنهار التي تتجه للعراق الأمر الذي أضر بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية خلال الأعوام القليلة الماضية وحرم العراقيين من موارد مائية أساسية ومع إعلان إدارة الموارد المائية الإيرانية عن نيتها إقامة 109 سدود في إطار خطة تمتد حتى عام 2021 بحسب التقرير الأمريكي سيواجه العراق أحوالا معيشية سيئة نتيجة النقص الحد في المياه وذهب تقرير الموقع العسكري الأمريكي أبعد في توثيقه مقامة ولا تزال تقوم به إيران لحرمان العراق من حصصه المائية وضرب مثلا على ذلك سد كولسا في منطقة سردشت الإيرانية الذي تسبب بتراجع منسوب نهر الزاب الصغير الذي يصب في نهر دجلة بنسبة 80% ما أدى إلى أزمة في توفير مياه الشرب في قضاء قلعة ديزة بمحافظة السليمانية في العراق كذلك الحال بالنسبة لـ 42 نهرا فرعيا تنبع من إيران وتصب في الأراضي العراقية من بينها أنهار كانت تعتبر من الروافد الأساسية المغذية لنهر دجلة وشط العرب بما في ذلك نهر الكارون ونهر الزاب الصغير والكبير واعتبر الموقع الأمريكي في ختام تقريره أن إيران وردا على العقوبات الدولية تريد زيادة الضغوطات على العراق من خلال اتباع استراتيجية الحصار المائي ودفعه للتورط معها في تحدي المجتمع الدولي محذرا للعراق من الانجرار وراء مشاكل وعزلة إيران الدولية وربط مصيره بمصيرها المجهول لكن السياسي الخضراء لا يكترثون لا بمصلحة المواطن ولا بتحذيرات المجتمع الدولي لهم وقراراته تجاه إيران ترجمة نانسي قنقر